السلام عليكم يا هلا والله مرحبا بالجميع في فيدي اليوم بنتكلم عن كنز حقيقي لأي شخص مهتم بالذكال الاصطناعي سواء كنت باحث طالب مطور أو حتى شخص بس حاب يتطلع على الجديد بنتكلم عن موقع هاقين فيس باختصار شديد موقع هاقين فيس تقدر تعتبره منصة أو مكتبة ضخمة لكل شيء متعلق بالذكال الاصطناعي المنصة تحتضن أي نوع من النوع مشاريع أو نماذج الذكال الاصطناعي بجميع أنواعها وإشكالها وتعطيك أدوات كثيرة تساعدك في ذلك الموقع هذا بيفيد كل واحد فينا بشكل مختلف لو كنت باحث أو طالب بتلاقي فيه أحدث النماذج والأوراق العلمية ومجموعات البيانات اللي تساعدك في دراستك أو بحثك لو كنت مطور حتلاقي نماذج جاهزة ومكتبات برمجية تخليك تبني تطبيقات ذكال الاصطناعي بسرعة وسهولة طيب لو كنت مجرد شخص مهتم وتبقى تكون مطلع وتعرف إشه الجديد في هذا العالم أيضا هنا تقدر تطلع على كل جديد في هذا العالم وتشوف إش آخر أخبار وإش آخر التطورات الحاصلة فيه زي ما نشوف من واجهة الموقع الرئيسية الموقع فيه عدة أقسام فيه قسم النماذج وقسم البيانات وقسم المساحات ومن القائمة الجانبية كمان فيه الوراق العلمية وأقسام تعليمية ولو قعدنا نفصل في كل واحد من هذه الأقسام ما بننتهي بس اليوم بنتكلم من منظور شخص يبغى يطلع على الجديد فقط في هذا العالم عشان كده بنتكلم عن قسمين فقط لأنها ممتعة شوية وتهم الشخص الباحث عن آخر أخبار الذكاء الاصطناعي وحتى مهمة من منظور الشخص المبرمج اللي يبغى يطلع على الأدوات أو النماذج اللي ممكن تفيده في عمله أو في مشروعه قسم النماذج هو القسم الأول اللي بنتكلم عنه الآن ويعتبر هذا القسم هو القلب النابض لموقع هاقين فيس لأنه ببساطة كل الموقع مبني حول هذا القسم كل الأدوات ومجموعات البيانات في الأصل تستخدم عشان تنتج باستخدامها نموذج نقدر نستخدمه في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذا القسم نتكلم حانيا عن وجود أكثر من ثلاثة ملايين ونصف نموذج موجودة في هذا القسم وجاهزة للتحميل والاستخدام رقام فلكية جدا ولا يزال هذا الرقم في تزايد يوما عن يوم تغطي مجالات مختلفة زي ما تشوف من القائمة الجانبية هذه كل أنواع وأصناف النماذج اللي ممكن تحصلها في هذا الموقع من معالجة نصوص إلى تصنيف صور وتوليد الصور والتعرف عليها وإنتاج الفيديوهات والصوت وغيرها أقسام بشكل مهول جدا طب كيف ممكن نطلع الكنوز اللي في هذا الموقع ببساطة أو على الأقل في هذا القسم لأن الموقع كبير وضخم ومتشعب والكنوز الدفينة فيه كثيرة بس خلينا نركز الآن على قسم النماذج فيه عندك مربع البحث فوق تقدر تبحث بالاسم لو تعرف اسم النموذج معين والميزة الأهم أنك تقدر تستخدم الفلاتر اللي موجودها في اليسار الصفحة فيه تصنيفات حسب المهام يعني تبغى نماذج ليش بالضبط مثلا نماذج تصنيف صور توليد نصوص ترجمة تختار المهمة من القائمة ذي اليسر الجانبية وتطلع لك النماذج المتخصصة في هذه المهمة بالدات فيه كمان فلترة حسب المكتبات البرمجية اللي تستخدمها زل زي مكتبة ترانسفورمرز أو ديفيوزرز هذه ممكن تهم المطورين بس هي موجودة لو بغى أحد يستخدمها وتقدر تفلتر حسب اللغة أو اللغات اللي يدعمها النموذج على سبيل المثال لو نبغى نطلع النماذج اللي تدعم اللغة العربية نختار اللغة العربية من فلتر اللغات وبتحصل كل النماذج اللي تدعمها بغض النظر عن وظيفة النموذج سواء كانت نماذج توليد نصوص أو صوت أو هيئن كان ولو نبغى نشوف بس النماذج اللي متعلقة بتوليد النصوص واللي في نفس الوقت تدعم اللغة العربية نقدر نستخدم فلترين في نفس الوقت بحيث أن نختار فلتر اللغة العربية وأيضا نختار فلتر توليد النصوص من قسم المهام وهنا يتطبق الفلترين وبتحصل اللي تبغاها فيظهر لك بس نماذج اللي تدعم اللغة العربية طبعا بالإضافة إلى لغات أخرى بس تكون من ضمن اللغات المدعومة وهي اللغة العربية وفي نفس الوقت اللي تكون متعلقة بتوليد النصوص طبعا زي ما احنا شايفين كل نموذج له صفحته الخاص وهذه الصفحة بحد ذاتها كنز من المعلومات خلونا ناخذ مثال على واحد من النماذج اللي متصدر القائمة هذه الفترة وهو النموذج DIA 1.6B هو نموذج متعلق بتحويل النصوص إلى كلام أثار ضجة خلال الفترة الماضية بسبب وجود قدرات عجيبة في أنه تقدر تخصص في النموذج أثناء إنتاجها الكلام أنك تخلي أكثر من شخص كأنهم يتحدثون مع بعض وفي إضافات أنك أنت تقدر تضيف مثلا الضحك أو الكح أو مثلا جميع الأمور اللي كان مقتصرة على البشر من السابقة الآن أصبح الذكاء الاصطناعي يستطيع ينتجها بنفسه دخلنا على صفحة النموذج إيش بنحصف هذه الصفحة؟ أول شي بتلاقي قسم المودل كارت أو بطاقة النموذج في بداية الصفحة هذه زي الهوية التعريفية للنموذج تحصل فيها كل المعلومات المتعلقة بهذا النموذج طبعا معلومات مستوفية وشاملة وكاملة وفي الغالب في بداية الصفحة تحصل نبذة مبسطة عن وظيفة النموذج وطريقة تدريبه واستخداماته ولو حبيت تستخدمه بنفسك ممكن تحصل طريقة تحميله وتشغيله على جهازك ويعطونك أكواد برمجية جاهزة تساعدك في تشغيله بشكل مباشر يعني مجرد نسخه لسقه وتشتغل معاك لو كان جهازك يدعم طبعا وبتحصل نوعية الأجهزة اللي تحتاجها حتى تقدر تشغله فهم يوصفو لك في نفس بطاقة النموذج هنا في الغالب في أغلب النموذج تحصل لما يوصفو لك إيش نوعية الأجهزة من كرت شاشة من معالج أو رام اللي يفترض تكون موجودة عندك حتى أنك أنت تستطيع تشغل النموذج هذا في القائمة الجانبية في اليمين تحصل في كثير من النموذج بس مو كلها جزء مخصص صغير لتجربة النموذج بشكل مباشر وفوري في نفس الموقع والهدف منها عشان تاخذ فكرة سريعة عن قدراته وإمكانياته قبل ما تحاول أنك أنت تستخدم وأنا صراحة تعجبني هذه الميزة لما أنا أجي أحاول أجرب نماذج كثيرة بس أستخدمها في شيء معين من استخداماتي في غالبية النماذج تحصلهم يقدمو لك أمثلة بسيطة تقدر تستخدمها في حال أنك حتى من تعرف تقدم مثال للنموذج أو من تعرف بالضبط في إيش يستخدم هل هو نصوص أو صور فيعطونك أمثلة بسيطة سريعة تستخدمها حتى تعرف قدرات النموذج وبعدين أنت تقدم أمثلاتك الخاصة خلينا في هذا النموذج نجرب واحد من الأمثلة اللي موجودة فيه نختار واحد من الأمثلة ونشوف الصوت اللي قدر ينتجه إيش نوعيته وصراحة قدرات النموذج هذا مبهرة لأنه ذكار الصناعي بدأت علم الضحك والكح وجميع الإيماءات البشرية اللي كانوا يستخدمونها في كلامهم بدون ما ينطقون بشيء أيضا في صفحة النموذج نفسها تحصل تبويبات ثانية زي التبويب هنا اللي يسمى الملفات والإصدارات Files and Versions وهذه تحصل فيها ببساطة ملفات النموذج الفعالية اللي تحتاج تحملها لو تبغى تستخدمه عندك في الجهاز أو على سير فرق وفيه تبويب ثاني يسمى المجتمع وتحصل في هذا التبويب أي نقاشات من قبل أشخاص سواء القائمين على النموذج أو أشخاص الزائرين للصفحة حول النموذج نفسه فلو عندك استفسارات تبغى تسأل الأشخاص اللي دربوا النموذج أو اللي ينتجوه ممكن تتجل هذه القسم من صفحة النموذج بالذات وبكذا اللاحظة أنه صفحة كل نموذج على هاقم فيس تعتبر مرجع كامل وممتاز تفهم منه النموذج وتعرف كيف تستخدمه وتبدأ معاه فورا وهذا موجود لألاف بالملايينة نماذج على الموقع يعني إذا ما اعتبرت هذا كنز بالنسبة للمهتم بالذكاء الاصطناعي أنا ما أدري حتعتبر أي شيء ثاني بعد وإيش لكن القسم اللي يبغى ركز عليه اليوم بالذات وأعتقد أنه أكثر قسم ممتع في هذا الموقع خصوصا لو أحد جديد في المجال أو مجرد مهتم ويبغي يكتشف بدون أي تعقيد تقني هو قسم سبيسس أو المساحات وهنا نجي المربط الفرس قسم سبيسس هذا هو تعتبره زي الملعب أو المعرض اللي تخش تتفرج فيه عن آخر الأحداث والصيحات في عالم الذكاء الاصطناعي المكان اللي تقدر تجرب فيه وتلعب وتشوف بعينك قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي المختلفة ويشغالة على أرض الواقع بدون ما تحتاج تكون خبير أو يكون عندك جهاز خارق ببساطة هي تطبيقات ويب تفاعلية مبنية على نماذج الذكاء الاصطناعي اللي شوفناها في قسم النماذج أو حتى تكون موجودة على مواقع خارجية ويتم التحكم فيها أو الوصول لها من خلال الـ API بالمناسبة ممكن تكون المساحات هذه يعني لنماذج أساسا مغلقة المصدر تابعة لشركات ما تنتجي لنماذج مغلقة المصدر على مواقع خارجية يتم الربط بها من خلال الـ API وهم هنا يقدموا لك صفحة عشان كتسويق أنك أنت تشوف نموذجهم يقدر يقدم من قدرات رغم أنه النماذج الموجودة على هذا الموقع كلها مفتوعة للمصدر لكن قسم المساحات أتاحت الشركة أن واحد يربطها بأي نوع من نوع التطبيقات بعد ما دخلنا على قسم المساحات خلينا نشوف كيف نقدر نستفيد منها نطلع المساحات التي تعجبنا ونجربها نفس الشيء فيه مربع بحث في صفحة وتقدر تبحث بالاسم لو تعرف اسم التطبيق معين وبالمناسبة هذا المربع يعمل بالذكارة الاصطناعية يعني ممكن تكتب نص تشرح اللي تبقى ويطلع لك كل النماذج المتعلقة بالوظيفة اللي أنت تبقى تستخدمها أو ممكن تستخدم التصنيفات فعندك توليد صور توليد فيديو نماذج دردشة إنتاج الأكواد إزالة خلفيات الصور بعض هذه الأدوات اللي موجودة في موقع أنا حصلت مواقع خارجية تقدمها لك بفلوس هنا أطناع من المساحات تقدم لك هي ببلاش ممكن ما حيكون الاستخدام لا محدود لكن أقل شيء إذا أنت إنسان استخداماتك بسيطة وقليلة تستفيد منها في تطبيقاتك أو الحاجات اللي أنت تستخدمها بشكل يومي كمستخدم مستقل ما نتكلم عن مستوى تجاري هنا لكن حاجات تقدم خارجيا بفلوس هنا تقدم بلاش تقدر تستخدمها استخدامات بسيطة أو تتطلع عليها بحال لو أنك أنت رغبت تبني مشروع عليها مستقبلا أو تكون مطلع على كل الأمور اللي يقدر يقدمها الذكاء الاصطناعي هذا أقل شيء وأدنى مستوى والشيء الحلو هنا أنك ما تحتاج أي شيء ولا تثبت أي حاجة مجرد ما تضعط على أي مساحة تأجبك تفتح لك صفحة جديدة فيها واجهة بسيطة مثل أي موقع أكتروني عادي كل اللي عليك تسوي أنك تتفاعل معها تدخل النص المطلوب ترفع الصورة أو الصوت وتضغط زر التشغيل أو التوليد وتشوف النتيجة مباشرة أمامك في المتصفح خلينا نشوف أمثلة سريعة لبعض النماذج والأدوات اللي ممكن نستخدمها إذا انتقلنا إلى واحد من التصنيفات هو القسم المخصص لاستنساخ الصوت منشوف النموذج المتصدر هو نموذج XTTS هذه مساحة لنموذج XTTS وهو نموذج متطور لتحويل النص المكتوب إلى كلام مسموع وبشكل واقع جدا وبجودة عالية تقدر تكتب أي ناس تبغى بأي لغة هو يدعمها وتختار الصوت وأيضا هو يدعم ميزة استنساخ الصوت طبعا نحن نعرف أنه تحويل النص إلى كلام ما هو شي جديد لأنه كثير شركات تقدمها على رأسها مثلا وشهرها شركة 11 Labs اللي قدمت نماذج جديدة وبشكل خرافي لكن إذا كان النموذج قوي ويدعم اللغات متعددة مع ميزة استنساخ الصوت وكل هذا مجاني هنا يكون فيه فرق عامل التكلفة يرجح مع هذا النموذج مثل أغلب المساحات تجد في أسفلها أمثلة وممكن نختار واحد منها والشيء الجميل في هذا النموذج أنه يفهم ويدعم اللغة العربية وخلينا نجاهل أمثلتهم ونكتب نص عربي من عندنا كتبنا له كلمة هو بالمناسبة يفهم اللغة العربية وهو بالمناسبة يفهم اللغة العربية وزي ما تلاحظوا تشوف كان سريع جدا في إنتاج النص والنص المنطوق لو سمعناه واقعي ومفهوم بالنسبة لي ممكن حتى استخدهم بشكل نهاي في أي منتج أو مشروع نهاي الآن خلينا ننتقل لقسم مخصص لتحويل الصور إلى 3D وهنا بنشوف النموذج المتصدر وهو نموذج هانيوان من شركة تينسينت بس خلينا ذي المرة نبتعد شوي عن النموذج المتصدرة وهنا نختار النموذج تريلس وخلينا نشوف إمكانياته وقدراته في تحويل الصور إلى نموذج 3D في الغالب يستخدم مثل هذا النموذج صانعي للعاب بالنسبة المصممية للعاب يحتاج عدد مهول من الشخصيات بكافة نواع الشخصيات الرئيسية والفرعية والجانبية والمساعدة فنموذج زي هذا يعتبر مخلص لهم بدل ما هو يضطر يدفع كميات مهوله من الأموال لشركات عشان يشتري هذا النموذج هنا يحصل كل شيء يقدر ينتجه من صور بسيطة ممكن حتى بعض منها يرسموا بيده رسم بسيط كده ويرفعها ويحولها إلى نموذج 3D في صفحة هذا النموذج نحصل في أسفلها بعض الأمثلة نقدر نجرب ونختار بعض منها نشوف كيف عملية التحويله إلى نموذج 3D نختار واحد من هذه الأمثلة هو شكل الصندوق بعد ما نضغط ضغطنا زر جينيريت وخلينا ننتظر طبعا زي ما انت ملاحظ زر جينيريت الحاله حينتج لك الصورة وهي محولة 3D بدون ألوان وخامات نحتاج نضغط إكستراكت جي إل بي وننتظر وزي ما نشوف الآن هذه الصورة النهائية وتم تحويلها إلى نموذج 3 الأبعاد وهو صحيح من جميع الاتجاهات وممكن حتى تستخدمه مشاريع نهائية ونقدر نحمل النموذج هذا بالذات ونستخدمه على جهزتنا إذا كان يدعم وننتج عدد مهول من الصور بحسب اللي نحتاجه من تصنيف ثاني هو تصنيف إنتاج الأكواد خلينا نختار شي جديد زي ما تشوف نماذج كثيرة جدا بس سبقه إن استخدمت ديب سايت وخلينا نستخدمه مرة ثانية وفكرة هذه المساحة إنك تقدر تنتج تطبيق كامل بكلمات بسيطة وكل ذا يحصل أمام عينك خلينا نجرب أكتب له برنامج إدارة مهام بسيطة ونضغط ونشوف الآن تلاحظ إنه بدأ ينتج الأكواد أمامك وبشكل فوري وبتشوف إنه التطبيق قاعد ينبني ويظهر شوية شوية في الصفحة الجانبية يعني أنت قاعد تشهد عملية بناء التطبيق لحظة بلحظة والآن بعد ما اكتمل ونشوف التطبيق يعمل بكامل إمكانياته نقدر نختبر التطبيق ونضيف مهام ونشطبها ونحذفها يعني شي كامل وفاخر من الآخر ما تعبنا كل اللي كتبناه ثلاثة أربع كلمات وهذا هو التطبيق كامل أمامك طبعا هذه المساحة تعتمد في عملها على نموذج ديب سيك من شركة ديب سيك الصينية توقع إنه استخدم في تطبيقات بسيطة ما حتقدر تبني تطبيقات ضخمة ومتشاعبة وتحصل كمان في نفس الصفحة هنا فوق أضافه لك قسم تقدر تخش منه وتتطلع على إيش الناس الثانين قدروا ينتجوا خلينا نتصفح بعض الأمثلة بشكل سريع كده بس عرض مرئي سريع إيش اللي ينتجوا الناس فيه من تطبيقات وزي ما تلاحظ في نفس الصفحة حطيلك ديب سايت غالري يعرضو لك كل الأعمال اللي قدرها الأشخاص ينتجونها من نفس هذا الموقع وزي ما تشوف في على الصفحة مكتوب تم إنتاجها بواسطة ديب سايت اللي هو نفس المساحة اللي استخدمناها إحنا قبل شوي ونلاحظ أن أشكال التطبيقات الموجودة فيه شيء خرافي شيء جميل جدا يعني إذا كان أنت تقدر تنتجي الكلام هذا كله من كلمات بسيطة أو تنتج جميع هذه التطبيقات وبشكلها الجميل هذا النهائي بضغطة زر وحده صراحة أنا أعتبرها مساحة وتطبيق خرافي جدا نأخذ مثال بسيط يعني نطلع بس تطلع بسيط على واحد من النماذج اللي تم واحد من التطبيقات أو المواقع اللي تم إنتاجها بواسط ديب سايت اللي هو خليني نشوف هذا واحد شخص أنتج لنا واجهة سطح مكتب ويندوز 11 وزي ما تلاحظ كل الأيقونات وسطح المكتب والواجهة وشريط المهام السفلي وحتى قائمة ابدا تعمل بشكل صحيح وتظهر لك التطبيقات طبعا ما توقع أنه كل التطبيقات اللي ظاهرة في الموقع هنا حتكون صحيحة وشغالة لكن القل لشيء كيثبات مبدأ أنه ديب سايت تقدر تنتجي بحاجات غير مألوفة وغير مسبوقة الآن خلينا نجرب واحدة من المساحات اللي موجودة في قسم إزالة الخلفيات من الصور هذا القسم بتحصل فيه أدوات كثيرة ومتشاعبة وعددها مهول جدا احنا ما بنتشرط وندخل على أول مساحة تظهر أمامنا طبعا من المساحات الكثيرة الموجودة النموذج فكرة بسيطة جدا عندك صورة تزيل خلفيتها رفعها وهو يقوم بالمهمة فالجزء الأيسر بنرفع الصورة وتضغط على الزر وتنتظر بس خلينا نجرب الصورة اللي حطينا هما في الأمثل ونشوف كيف قوة النموذج طبعا لا شك أنه قدرة في زالة الخلفية خرافية حتى أنه مع وجود تقارب كبير ما بين الصورة والخلفية اللي أنه زيلة الخلفية باحترافية عالية بس عشان نختبر النموذج بشكل صحيح وعملي خلينا نجرب الصورة من عندنا ونشوف كيف يعطي النتائج رفعت صورة سقر نضغط وننتظر سرعة النموذج في عمله عالية جدا وبالنسبة لي كانت النتيجة النهائية جدا ممتازة تقريبا عزل كل شيء في الخلفية بدون ما يأثر على أي شيء من مكونات الطائر نفسه هذه كانت تمثلة بسيطة جدا من آلاف من التطبيقات والتجارب المختلفة في قسم Spaces من نماذج تتفاعل معك كتابيا أدوات تعديل على الفيديو نماذج تفهم وتوصف محتوى الصور وغيرها كثير كثير كل يوم لو تجد هذا الموقع حتلاقي شيء جديد ورهيب تقدر تجربه وتتعرف عليه وهذا يخليك دائما مطلع على آخر التطورات في عالم الذكاء الاصطناعي ولو تلاحظ دائما في قسم النماذج النماذج المتصدر تحصلها بعد فترة يتكلموا عنها في الإعلام يتكلموا عنها في اليوتوبرز أو في شبكات التواصل الاجتماعي وانصحكم بشدة تدخلوا على الموقع هذا اللي هو هقم فيس وتستكشفوه وهو مرجع لاغنا لأي أحد من المهتمين بالذكاء الاصطناعي عنه وروحوا على قسم مودلز وشوفوا النماذج الموجودة واستخدموا الفلاتر عشان تلاقوا اللي يهمكم وتتعلموا كيف تستخدمونها والأهم روحوا على قسم سبيسيس واستخدموا البحث والفلاتر اللي شرحناها عشان تلاقوا التطبيقات والتجارب اللي تعجبكم جربوا التطبيقات الرهيبة اللي عرضتها لكم الآن وبحطر لكم رابطها في صفحة الوصف والعبوا واستمتعوا باستكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي بنفسكم بشكل عملي وممتع جدا في نهاية الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم وأعطاكم فكرة ممتازة عن موقع هقم فيس وأهميته كيف أنكم ممكن تستفيدون منه وتستكشفون كنوزه لا تنسوا تتكرموا علينا باللايك والشير والسبسكرايب للقناة لو لسه ما اشتركتوا طبعا زي ما انتوا شايفين نحن لسه في البداية ويا دوبنا نقول يا هادي وإن شاء الله نحاول نقدم الجديد والمفيد وبدعمكم إن شاء الله نقدر ننهض ونستمر بإذن واحدة شكرا لكم وفي أمان الله